للمرة الأولى وبعض ضغوط من نشطاء حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية في مختلف أنحاء العالم البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية رقم 266 وبابا الفاتيكان يعلن أن مسلم الإيجور أقلية متهضة تضطهدهم الصين منذ سنوات طويلة البابا في كتابه دعونا نحلم والذي سيصدر في أول الشهر المقبل تحدث أيضا عن مسلم الروهينجا المضطهدين في ميانمار ولكنه كان قد تحدث عنهم سابقا لكنها المرة الأولى التي يذكر فيها مسلم الإيجور الخارجية الصينية وصفت انتقادات البابا فرنسيس لمعاملة الصين لمسلم الإيجور بأنها لا أساس لها من الصحة هذا متوقع الغير متوقع والمؤلم الذي يشكل طعنة في الظهر اعتادة السعودية للأسف أن تطعنها للإسلام وأهله في السنوات الأخيرة منظمة يوم الرايتس ووتش أعلنت أن السلطات السعودية ألقت القبض على اتنين من الإيجور المسلمين ورحلتهم قصرا ليواجهها للطهاد الشديد في الصين يوم الجمعة اللي فات 20 نوفمبر واحد من الاثنين اللي رحلتهم من السعودية كانت اعتقالته هو بيأدي فريضة الحج استطعت تواصل مع أهله من السجن بمكالمة تليفونية وحيدة قال لهم انقذوني السعودية هترحلني لكن شاء ربك السعودية رحلته فعلا هو وآخر في الوقت اللي السعودية بتسلم هؤلاء كانت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء تتداول رسائل من مسلم الإيجور وجدها مستهلكون داخل منتجات صينية اشتروها لقوا مكتوب جواها انقذونا نحن محبوسون ناس في المعتقلات بيخلوهم يشتغلوا ويصنعوا حاجات فصربوا ورق داخل الأحذية والشنط اللي بيصدروها انقذونا نحن محبوسون ساحب المنشار بن سلمان في زيارته الأخيرة للصين قال ان ليها الحق في تنفيذ أعمال مكافحة الإرهاب من أجل أمنها القومي بل وأشهاد أثناء الزيارة بخطوة إعادة التثقيف للسكان المسلمين في البلاد من خلال معسكرات مكافحة الإيجور وهو ما اعتبره الصينيون مبركة من أكبر دولة إسلامية لما تفعله مع الإيجور السعودية حيث الحرمين الشريفين باعت مسلم الإيجور مقابل غض الصيني الطرف عن جريمة مقتل خاشقتي كل منهم اعتبر أن الآخر له أن يفعل في أتباعه ما يشاء كله فداء لعرش ابن سلمان بابا الفاتيكان يتحدث عن مسلم الإيجور وخادم الحرمين بيقول للصين كملي اسحقيهم اقتليهم غيري دينهم واللي همسكوا هسلمهولك وهذا حدث عندما فشل بابا السعودية أن يصبح حتى كبابا الفاتيكان الله هالك اشتركوا في القناة